بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناة تفسير حلام ركاة شرعية. اه النهاردة هنفسر رمز جديد وهو رمز رؤية الطليق او الزوك الزيب. اه هنفسره بشكل عام يعني اللي بنشوفه. كمان هنفسره للمرأة المطلقة وتتجوزت لو شافت زوجها الاولاني. كمان للمرأة المطلقة اللي هي لسه ما تجوزتش. اه او تعتبر عزباء يعني. اه اولا رؤية الطريق في المنام من الرموز في منها الرموز تفصل طبعا. اه وبتكون لها دلالات اه مثلا للرجوع او حاجة. واحنا تكلمنا عنها قبل كده في الفيديوهات قبل كده ومنجودة في القناة. ولكن في الغالب تمانين في المية من الرموز اللي بتطل على اه اللي بتشوفها المطلقة اللي تطلقها. بتكون حديث نفس او اه اه العقل الباطن. اه اولا اه رؤية الطليق لان اللي بتكون حديث نفس انه معظم السيدات دايما بتحاول تترجع سجريتها تترجع اه اه الايام اللي كانت عايش معيها. دايما المرأة بتحب الاستقرار وبتحب ان هي تعيش دايما اه في في بيت ومعها اسرها خصوصا لو كان في اولاد ولو كانت هي مرتبطة بالطليق ده. اه فمعظم الرؤية الخاصة بايه بقى? الخاصة بان طليقي مثلا قال لي مش عارفة انا هرجعك. قال لي ويمكن يكون الراجل خلاص هو عايش حياته وتجوز وكل حاجة. اه فمعظم الرؤية بتكون اه الامة حديث نفس الامة من العقل الباطن. ولكن في رموز بتفسر النهاردة هنفسرها اه مع بعض. يعني هنفسر الرموز القليلة اللي احنا ممكن نشوفها فتفسر. ولكن اه في اه في المجمل الرموز الخاصة بانه هو طب طب عليا وان هو قال لي هرجعك ولي هو قال لي بحبك واللي هو مش عارفة. دي بتبقى يعني هي اه هكESامه انها بتكون حديث نفس او احلام تمنيت بتتمنى ان هي دايما بترجع اه لسكراتها. اه الحاجات اللي بتفسر بقى او الرموز اللي بتفسر في المنام بخصوص مع الطليق. اول حاجة رؤية اهل الاطليق. لو شافت اهل الطليق في المنام فدي على حسب الحالة طبعا اللي هما بيجوا بيها. لكن لو جوم بحالة كويسة فدي من الرموز اللي بتدل على تغير في احوالها للافضل. كمان بتدل على نفي رزق جاي اه وقادم اه ليها. كمان اه لو شافت الطليق اه لو شافت الطليق او زوج الثابق اه قاعد في بيتها اه و اه حصل بينهم مثلا اه ان هما اكل مثلا او حاجة قد حطالوا اكل او هما كلوا مع بعض. فدي من الرموز اللي ممكن تدل على اه رجوع. اه كمان رؤية الطليق او زوج السابق اه في المنام ممكن اه تفسر على ان هي قدوم اه اخبار سعيدة للرأي. كمان اخبار مفرحة. اه كمان رؤية اهل الطليق كمان ممكن تفسر بي اه يعني لو شافت ان هي في اهل اهل طليقها بيخبطوا على الباب فبشورة مثلا بخاطب. او اه بزواج ممكن يكون اه شبيه بطالقها. يعني ممكن يكون نفس الحالة الاجتماعية مطلق برضو. او اه شبيه بيه بالاسم او الوظيفة او كده. اه رؤية ال الست اللي المرأة المطلقة اه في المنام ان هي اه يعني اه ان حصل ان زوجها او طليقها اه بيه جمعها. اه فدي من الرموز اللي بتدل على اه تحقيق رغبة او تحقيق اه امنية اه لل لل للرأي او للمرأة. اه كمان ممكن تكون من البشارة بال بالرجوع. لو صدقت الرؤية وما كانتش رغبة من جواها يعني. اه كمان رؤية الطليق ان هو بيجي مع واحدة تانية اه او امرأة تانية فدي من الرموز اللي اه بتدل على حصوله على فرصة فرصة سفر ان هو هيسافر. وان السفر ده هيحصل من وراء اه مكاسب اه مالية كبيرة. اه كمان رؤية المرأة المطلقة ان طالقها اه يعني بيهديها هدية اه فدي اه من الرموز اللي اه بتبشر بزوال المشاكل اللي ما بينهم ويه اه حل المشاكل اه على حسب طبعا الهدية. اه كمان رؤية المرأة اللي متزوجة بقى ان طالقها اه اه او ان هي رجعت اه سابت جزها يعني ورجعت لطالقها. فدي من الرموز اللي بتدل على ان المرأة دي هتواجه صعوبات في حياتها اه وهتواجه مشاكل. لو شافت ان طالقها اه بيجمحها فدي من الرموز اللي بتدل على حملها اه قريبا يعني. اه كمان المرأة المتزوجة اه لو شافت ان هي خلاص عيشة مع طالقها وسابت اه جزها فدي اه من الرموز اللي بتدل على ندم. اه ان المرأة دي ندمانة ان هي تجوزت الجوازة التانية دي. اه كمان رؤية اه 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 الطالق بيهديها اه بشيء فممكن تدل على خوف. اه المرأة ممكن تكون خوف من زوجها ان هي بتخفي عنه سر او بتخفي عنه حاجة. اه اه فرؤيته بيدل على كده. كمان المعدبة لو شافت اللي طالقها بيعتبها فدي من المرأة اللي بتدل على حزن. ان هي المرأة حزينة على اه طارق اه طالقها او اه طارق اه زوجها. اه 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 لو شافت الطالق او اللي زوج السابق اه بيحاول انه يكسب اه ودها او يكسب ود اسرتها. فدي اه من الرموز اللي بتدل على ان الطالق ده ندمان على قرار الطلاق. وبيحاول انه يصلحها او يحاول انه يرجع عليها مرة تانية. كمان اه جماع المرأة اه مع طالقها فدي من الرموز اللي بتدل على صلاح اه حالهم ونهاية مشاكل وهو. اه كمان رؤية ان الطالق بيحاول يلاحقها اه او ماشي وراها. لو كان الا وهو مثلا اه غطبون او انه مشاكله ما كانش كويس. اه ولو كان الطلاق كمان حصل غصبا عنه فده معنى كده ان اللي زوج ندمان وانه بيحاول انه هو اه يعني يصلح او 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 يحاول انه هو مسلا اه يرجحها مرة تانية. اه كمان رؤية الطالق انه هو اه بيبص لها او انه هو بينزل لها. فمعنى كده ان الطالق بيحاول اه بيفكر للرجوع اه مرة تانية. لو شاف ان لو شافت ان الطالق في بيتها اه يعني اه دخل بيتها فدي من الرموز اللي بتدل على ندم. اه اه لندم على الطالق. اه كمان اه لو دخل بيتها فدي بتدل على نية للعودة. اه ونية اه لصلاح الحاجات اللي كانت سبب في في الطلق. اه لو شافت المرأة بقى ان هو بيحصل منه مسلا اه انه اه بيحضنها انه هو اه اه او اه بيقبلها فدي اه من الرموز اللي بتدل على رغبة في العودة اه اه مرة تانية. ونسيان الخلافات او اصلاح الخلافات اه اللي ما بينهم. اه لو شافت الطالق اه 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 او السوق السوق السابق اه زعلان في المنام فدي من الرموز اللي بتدل على تخلص من مشاكل وخلافات اه بينها وبينه. اه كمان اه انه هو اه يعني بيحاول على قد ما يقدر انه هو بيراجع نفسه اه في موضوع الطلق. اه كمان لو شافت انه هو اه بيلحقها او انه هو اه بيمشي وراها ولكن مش بغضب يعني فدي من الرموز اللي بيدل على رغبة اه في الرموع. اه ومحاولة اه لاصلاح العيوب او اصلاح المشاكل اللي كانت اه يعني سبب اه في الانفصال او اه في الطلق. اه دي كانت الرموز اللي اه او اه يعني محاولة اه تفسير رؤية الطالق او الاسوق اللي سابق اه في المنام. اه فصلنا اللي ممكن يتفسر اه من الرؤية. اه 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 لو اه عايزين تعرفوا الرموز اللي بتدل على الرجوع ففيه في القناة فيديو اه الفيديو هين تقريبا بيتكلموا عن الموضوع ده. اه بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. اه لو في اي استفسار او سؤال اه اكتبه لي تحت وانهارض عليكم. اه بشكركم جدا ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة. اه 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 هم اه 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 واه خالدي. اه واه اه 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 سؤال disent لا اه 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 و Hanهه اه خلال ما فيهر بيتكلموا صعاة كلها يبجرس الم اه IchHs اه اهو Will summ LOان hormones خلقه مع ملحها الا بري不对 اشتركوا في القناة